مجهور مرة جديدة رح يكون في عنا فقرتين من فاميلي اليوم وموضوعين اللون علاقة بالعائلة وكيف نهتم فيها أول وقفة هلأ مع الأستاذ بوترس غانب يلي هو دكتور بعلم النفس وأستاذ جامعي رح نحكي عن دور الأب بتفسير الأزمة الحالية للولاد دور الأب جميلا وكيف اليوم بهالوضع بركة بيقدر يلعب كمان دور بناء بالتواصل مع الأطفال صباح الخير مجهور لابد أن نرجع شوي إلى كذا مرة بفاميلي حكينا عن دور الأب خاصة بحلقات نهار الخميس في عدة وظائف للأب رح نركز على اتنين منهم اليوم الدور يلي بيلعبوا بما كان مالا يفصل الولد عن ولدته والشق التاني اللي هو الشق العاطفي صح فيا نلخصهم بعد اتنين بس رح نركز على هول اتنين جميلا ما كتير من نركز عليهم الآن في دور مهم للبي بفصل الطفل عن أمه وهذا الفصل بيسمح للبي بيسمح للطفل أو للولد يتجه نحو استقللية أكتر نحو حشرية فكرية وتطور فكري أسرع وبيدفعوا للتأكلهم بمحيطه الاجتماعي بشكل سليم أكتر نعم يعني للي بيشوف يعني بتذكر عنده أولاد صغار أو بيشوف حواليه العلاقة بين الولد والأم كتير قريبة لحد ما حتى الولد بيفكر أنه هو جزء صح أنه هو وإم ما فيه ما فيه فرق بينه أنه هنا نفس الجسم فهون بيجي دور الأب لا يفرج أنه فيه بركة يعني شي تالت استقللية استقللية يعني الولد بيفهم أنه مستقل عن أمه نعم عنده كيانه الخاص بيحضر هالشي أكيد مش تغير بيصير بس هيدا أول اتجاه بيسمح فيه البي بحال تدخل بهذا بعمية الفصل وهي بها بتصير دايما مش إنهيك عنا كتير مشاكل مع الأطفال والولاد الزهار هيدا بتصير بأي عمر تقريبا هلا التبعية أو الصنئية بين الطفل والأم ضرورية أول ثلاث سنين من بعدها بيبلش يدخل البي على خط الانفصال اللي عم نحكي عنه بيصير فعال أكتر الدور نعم والدور الثاني اللي كنا نركز عليه الدور الثاني قليل نركز عليه بعقلاتنا هون ببعض المرجعيات الثقافية اللي عنا إياها هي إنه البي بصدر حنان كمان ما إنه بس ببعبع وبخوف وإذا عازت الأم تترويق الوضع بالبيت إذا الولاد عم بيتشيطروا مثلا أنه نعم بيغرم نعمل رفيرانس للبي يجي بيسكتن وبخوفن هيدا هيدا فكرة ما بقى فعالة تربويا اليوم اليوم نعرف إنه البي كمان مصدر حنان بحب وبيعطف على الأولاد وهي شغلة ضرورية لأنه هاي ده يلي رح تسمح للطفل أو للولاد يحترم القنون مش ينصع لقلو لأنه البي يوقتى بيكون بيخوف بيخلي الولد ينصع للقوانين الاجتماعية يلي بيوصلها البي بيوصلها مش بس حصريا هو أكيد الان بتوصل قوانين الاجتماعية كمان بس بشكل مختلف ليصير في عنا هالوهرة يلي هي منا خوف أبدا ليش منا خوف لأنه وقت البي بيدخل بشكل محب للابن أو للطفل أو للولاد بيخليه يحترم القنون ما يخاف منه لأنه إذا خاف منه بس يفل البي رح يرجع الولاد يعمل الاشياء الغير مسموحة ويرجع يفوت بالفوضى من هون بعد هالمؤدي ما فيها نحكي شوي بيصلب موضوعنا يلي هو أنه اليوم لبنان بفترة صعبة الأطفال بيعرفوا بيشوفوا يعني بيعرفوا بركي أنه في مشاكل مادية أو بركي أنه في صعوبة أكتر عم بيوجهوه أهله إن كان بيدفع صوتة المدرسة إن كان بتأمين الحاجات أو دفع النشاطات يلي أو الهدايا اللي عندهم إيها لأنه معزومين على عياد إلى آخره بيسمعوا بركي أنه حدا من فرد العائلة مش عم بيقبط بركي المعاش كله قديش بتحكي مع الولاد قديش بتخبرهم كل شي قديش بتفوتهم على هالخصوصيات جميلاً الأهل بيحبوا يحموا الولاد من هالإشياء اللي بيعتبروها بلا ما نوجع له راسه فيها هل لازم نتواصل ونخبر كل شي للولاد وشو نخبرهم؟ هلأ المبدأ بيقول أنه ما فينا نعزل الولاد لنحميه ما فينا نعزل الولاد عن الواقع اللي عم بيصير حوالينا لحتى اللي نحميه هاي دي ما لنا حماية أبداً وما فينا نكذب عليه وما فينا نخبره كل شي وما ننسق بين هولة ثلاثة أسلم شي ينقال بسايدة دول الأهل كل يوم من حياتهم تلاقي النقطة الصحيحة اللي بدكتوقف فيها صح بس الشكل الأساسي اليوم أو الشي البرتيكولي يعني الخاص بهذه الحالة هو أنه طيب يكون عندنا حالة مثل اللي عم نعيشها يمكننا عم تقصد اللي عم نعيشه أكيد اليوم نعم الحالة اللي عم نعيشها اليوم ليش ما فينا نخبية بشكل خاص خلنا ننسى هوا ديك الأمور التربوية الكلاسيكية لأنه هذه الحالة اليوم عم بتأثر على حياة الطفل على حياة الولاد بالبيت بشكل مباشر يعني عم بتوقف له مدرسته عم بتخليق عاد بالبيت عم بتمنعه يشوف أصحابه بشكل منتظم مثل ما كان يصير قبل يعني فيه ريتم وريتيال طقس ونمط معين تغير تغير تخربت وبس يتغير الأنماط النمط أو الطقوس بتغير عند الأولاد طبع الكوتيديان يعني طبع اليوم بيومه بيصير عندنا شعور بالقلق كتير قوي عند الأطفال وبيدعيهم وبيدفعهم بلوتو لحتالي يصير عندهم مثل حركة زي ده نعم تصرف ضد الأونين اللي عم بتصير بالبيت بيصيروا يعزبوا يعني بيصير فيه ميني ثورة تقريبا بالبيت بتستدعي تدخل الأهل بشكل مختلف يعني بتوضيح الواقع شو عم بصير بشكل يقدر يفهمه الولاد وبكلمات بيفهمه هو مش بشكل درامي ولا بشكل يتخطى الواقع أو بشكل نكران للواقع يعني منشيله ما منخبره شو عم بصير أبدا نعم عكل حالي اللي صار بي اليوم المدرس رجعت لنمط شبه طبيعي عكل حال بس بالفترة اللي كانت في مدرسة ما في مدرسة ولأخر الليل لا يعرفوا إذا بكرة رح ياخدوا غراض على المدرسة أما لا أو مرات يروحوا على المدرسة وينطلب أنه يردوا كانت فترة صعبة يعني هل عم تحكي عن تغيير النمط عند الولد أنا بعرف من كتير أهل أصدقاء فحسوا أن أولادهم عم بيعيشوا قلق كبير من وراء صح يعني وما حدا بيعرف يعطيهم جواب هذا اللي عم جاري بقوله يعني أول فترة إذا بدك فيه فترتين بيصيروا وقتها بيصير عنا حوادث أو أحداث مثل ما عم بتصير هلأ أول فترة منكون كلنا مش مستوعبين شو عم بيصير يعني الأهل والأطفال بيكونوا كلهم بذات الجو شوي جو فوضوي على المستوى الداخلي والعلاقات بين بعضنا بس نبلش نفوت بتاني مرحلة اللي هي أنه آه أوكي دونك عم بتصير الأمور بهذه الطريقة يجب توضيح شو عم بيصير للأولاد يجب نقلهم أنه ممكن هلأ نتأخر المدرسة ممكن ما يكون في عنا مدرسة مفروض نبلغهم نعمل شيء نخلي الولد يعمل أنتيسيباسيون على الممكن يصير من تغيير بحياته شغلي شغلي تاني وقتا منكون بفترة نقطعنا فيه عن المدرسة كمان هيا ما مننتبه له وقتا منقطع فترة طويلة عن المدرسة كمان يجب تحضير الأطفال والأولاد على رجع على المدرسة لأنه بيكونوا كمان رجعوا فيته بنمط مختلف جدا عن اللي كانوا فيه كأنهم بصيفية كأنهم بكونجية شفنا كتير أولاد من بعد ما رجعوا فيته على المدرسة تأخروا يتأقلموا بالمدرسة عن جديد وبطريقة الدرس وبكيف يرجع على النشاطات طبعه مين ما عيش هرولد بيعرف أنه ما فيه سؤال عند الولد فيه سؤال ورا سؤال ورا سؤال ورا سؤال يعني لما بتقله أنه رح يصير فيه تغيير بركة ما فيه مدرسة رح يجيك أسئلة ليش لأنه الوضع هيك ليش الوضع هيك لأنه ليش يعني ما بتخلص من الأسئلة فكيف بتوصل لتفسيرك تعم طول أنه واحد بده يخد موقف أنه ما نكذب ما نخبر كل شي بس أنه نخبر شوي يعني منه انترفيو منه جوابه سؤال مظبوط الحديث مع ولد هو تواصل هو واقع يعني بدنا نقعد بركة واقع يومي نعم هو واقع يومي هو وقت بتقديم مع ولادك بتحكي عن كل شي بتحكي بركة عن هالأمور كمان فكيف تتطرق له له الموضع الحساسي اللي علاقة بالمدييات بالسياسة بالأمن لأنه هول الموضع اللي عم بيوجهها لولاد اليوم يعني ليش توقفت المدرسة ليش في مشاكل بالبيت من وراء أزمة اقتصادية واجتماعية ومع شيء الاخري هي الفكرة أنه لازم نوضيح بشكل بيفهمه الولد يعني دايما فيه أجوبة هلأ في عنا شغلتين بالسؤال فيه الأجوبة يلي رح نجاوبها يلي رازم تكون دايما بسيطة وعلى قد ما بيستوعب الولد يعني ما في نزوم فوته بتفاصيل نحنا هو بغنى عنا أصلا وبتشرب كله راسه وقتها بيسأل كتير الولد سؤال وراء السؤال يعني ما فهم أو ما اقتنع بالجواب أو ما اقتنع أو ما فهم أو الشخص اللي عم بيقله بيه أو أمه هن منهم كتير ما اقتنعين باللي عم بيقله نعم هيا شغلة بس ديقلك شغلة تانية كمان مهمة فيه أوقات ما منعرف نجاوب ولازم نقول للولد أنه هلأ بالوضع الحالي ما بقدر أعرف وهاي كتير مهمة يفهم الولد أنه ببعض الحالات الكسوى فيه محلات ما منقدر نجاوب على بعض الأسئلة ما بتزدله من خلقه للولد لما بيلاقي أنه أهله ما بيكون عندهم جواب أو ما عندهم حل أو ما عندهم مش حل جواب الحل موجود أنه نحنا كلنا مع بعضنا وموجودين متكافلين مع بعضنا بهالفترة بس الحلول هي تتخطى الأجوب العادية يعني بس هالشي لا ما بيعمل كلاك لأنه الولد بهيك حالات بتكون العائلة عادة مجموعة بيصير عنا الإفاديو جروب فامي يعني العائلة وقتها بتنجمع وهيدا هون دور للبي كمان مهم أنه هو عامل توازن بهذه الجامعة بيحسس الولد بطمأنينة أكتر بعد أنه ما أنه وحده عم بيعيش هذه المشكلة أو هالتساؤلات اللي ما عنده جواب كلنا عايشين بذات الطريقة يعني المجموعة بتحمي بهيك وضع من كل الأسئلية اللي ما عنده أجوي به يعني أنت من رأي أنه هالأحاديث أفضل تكون العائلة كلها مجتمع حولها مش بس الأب والولد؟ أكيد فيه أوقات لازم يكون الأب موجود بس بشكل مع الولد فيه يكون عندنا الجروب العائلة مجموعة الأسرة ككل وفيه أوقات نوعية لازم تكون بين الأب والأطفال أكيد نعم وفينا نحكي عنها إذا بدك أكيد كل الولد وكل عمر بدك تتأقلم معه وفيه تعبير تاني بتستعملها وفيه حقائق تاني بتستعملها بس فيه كمان أنه لما يروح على المدرسة الولد بيجمع أخبار مضبوط بيجمع كلمات وبيسمع هاي وبيسمع هون وبيسمع هيك وبيصير بيجوب لكي هون على البيت كيف فيك تضلك تلطف الواقع لما الواقع عم بياخده هو من غير مصادر يعني مرات بيجيب لك الخبرية آسية وبشعة وانتك عم بتحاول بركي تلطف وتستعمل كلمات هيك مدورة زويتها فكيف تتعطى يعني الأفضل الأفضل ما تلطف الأفضل بركي تبقى على حقيقة بكلمات بسيطة بس ما تلطف الحقيقة أو الواقع خديني لك هلأ فينا ما فينا نضل نروح من إكسترام لإكسترام يعني ما فينا يا نلطف يا ما نقول في واقع كمان يعني في واقع معقد ما أنه مفهوم وفي عدة وجهات نظر لازم الولد يعرف أنه في عدة وجهات نظر للأمور اللي عم بتصير وأنه مرجعيته عائلته كمان هاي شغلة شغلة تانية بدي ركز على موضوع كمان بساهم بالتصرفات اللي عم بتصير عند الأطفال الأولاد بالمدارس بدنا نكون نحن كأهل كمان متناسقين مع حالنا يعني أنا اليوم ما فينا في أهل بيربوا الأولاد على عدم المثبت على عدم الأفكار المنمنحة وكلها الأمور وبيشوفوا الأولاد أوقات الأهل بهالحالة فقدين أعصابهم نعم مشين هيك عم بقول أنه التأثير بهيد الأحداث بينتج عن تخربط بريتم الولد وبينتج كمان عن تأثير عند الأهل بينتقل هالتأثير وهالقلق عند الأولاد إذا ما توضح بالحكة نعم ما بهمني إذا الولد وضحت له بشكل منطق بشكل مأكد منه شو رح يصير ولا لا مهم افتح مجلة الحديث الحديث والتخاطب مهم مين هن اللي بيخلوا الولد يخفف هذا القلق لما يكون نمط الحياة تتغير ومعاعد ما أبدأه الطبيعي بس بركي بالنورمال أو بالعادة منها نفسها شو بتعمل ترجع بتحاول تخلق نورمال سي قد ما فيك يعني بتحافظ على بركي الوقت اللي منلعب فيه بتحافظ على النشاطات التانية غير المدرسة بركي بعرف الرياضية الاجتماعية ضروري أنه تعود عن اللي عم تخسره بالنمط للا تظلك محافظ على نمط قد ما كان يكون طبيعي قد ما كان يشبه هالنمط اللي كان عايش فيه الولد صح يعني اليوم النمط تغير في عندي احتمالين يا أما بخلي النمط ماشي قدر الإمكان بس بقدر أعرف كمان أنه هون أحداث رح تمنعني لعدة أسباب أنه أرجع كمل نشاطاتي مع الولاد بشكل عادي أو بدي أخلق نمط جديد نمط جديد بيتماشى مع المرحلة الحالية نحنا جيل أنا جيل عشت الحرب يعني كان عنا وأغلبية الأهل يلي عاشوا الحرب كمان عم بيرجعلون ذكريات الحرب القديمة كيف كنا نعيش وكيف كنا بيمضى شير فيه أكتر يعني عم نجرب نعيش بس لتاني نهار وهالشي كان يخلينا نخلق طرق لحتى اللي نعيش بشكل ونتسلى بشكل معين نحنا اليوم منا بهالحالة الأكستريم هالقد مختلفة يعني بعد عنا مجال نقدر نخلق ونستنبت أنماط جديد وصارت ضمن بعض العيال وشفناها ووصلنا مساجاتنا نحنا ورسائلنا ضمن المدارس مع اجتماعات مع الأهالي حلقيا لكن عمرو تنقول تحت 30 سنة بوقت حرب السبعينات اليوم إذا عم بيرجع يعيش هالمخاوف أكيد في فرق سنوات بك ما بقى في الطاقة والقوة والجلادة يرجع يعيش فيهم يعني يرجع يعيش هالأيام بركي بالعكس عم تخلق ردة فعل سلبية على الولاد وعلى العائلة سلبية صح؟ أنا عم بقولها سلبية لردة الفعل لأنه التأثير هو مباشر على الولاد أنه بيخربط له ريت بالحياة طبعه والمدرسة والأكتيفيتة وكل هول وتأثير على الأهل الأهل إذا رجعت لهم أفكار الحرب الأديمة ممكن يأسروا سلبية على الولاد هذا عم جاري بقوله نعم مش أن هيك ضروري نحكي أو نعبر مثلا شفت بعض الأهالي عم بيخبروا كيف كانوا يعيشوا وقت الحرب رجعت الأفكار خبروا أولادهم ليش عم بيعيشوا بهال كيف كانوا يعيشوا بوقت الحرب وخبروهنيها بشكل قصة مثلا والأفكار كان كتير إيجابة يعني صار فيه أخدوا وعطى وصار فيه مثل هيك نوع من الاستغراب أنه أنا كنتوا تعيشوا هيك كنتوا تعاملوا هيك كنتوا تلعبوا هيك بالملجة بالترنيب كذا ورق كنا كان فيه نوع من الديناميكية المعينة مش معناته هالشي منيح بس بمجرد ما نحكى فيه نعطاه محتوى يعني صار فيه عندي قصة بقدر إرجع لها وقتها بكون أنا عندي قلق معين وهذه شغلة كتير مهمة يعني المهم أنه واحد يحكي ويحكي من قلبه صح يعني هي بالنتيجة بنرجع للمبعرف التغابيدو لأبغول بركي أنه واحد يفتح قلبه لأولاده ما يفكر أنه في عمر فرقنا ما يفكر أنه في بركي أنه أنا لازم يكون البي وهو لازم يكون ولد أنه يصير فيه تواصل من إنسان لإنسان كل واحد حسب قدراته وحسب قدر بيقدر يفهم طبعا وبالكلمات اللي بيقدر يستعملها بس الشي اللي عم نتذكر وعم نفهمه أنه طالما عم نحكي طالما عم نتواصل كل شي بعدنا بيمرق صح يعني بركي هالأهل اللي حكيت عنه نخبره عن تجيب معين غير أهل حكي عن غير شي حكي عن طرق لتعاون نعمل مونة تعاون نعمل إلى آخره يعني المهم تحكي المهم يكون فيه تواصل وهيدا اللي رح يريح وينزل القلق يلي ممكن يكون عنده يهي الولد غير عن الحكي التحادث يعني النراتيف بنسميه بالفرنسي يكون فيه يعني يكون فيه حكاية أو لأنه وقته بتخبر قصة بتحط كل مشاكلك وكل الصراعات الداخلية الكونفلي بينحطه ضمن إطار معين بس ينحطه ضمن إطار معين فيك تاخد مسافة من اللي عم بيصير معاك ومن اللي عم بتشوفه وكاتبه قدامك أو مخبره أو مشاطره مع حدا كتير مهمة جدا مهمة واختبرناها عيديا يعني نعم نحكي كتير عن السقافة المشرقية عن نحنا بركي شعب مش عطول الوالد بيفرجب أو بيحكي عن شعوره كيف تكسر هالحلقة لأنه الأباء اليوم كانوا أطفال مبارح عاشوا ب يعني عم تطلب من الناس راشدين يكسروا يعني شي يتعلموا أو شي أخدوا من أهلهم يتصرفوا بشكل غير مع أهلهم عم بتعلمهم طريقة جديدة للتفكير عم بتعلمهم طريقة جديدة للتعاطي مع الولد هل هين واحد يغير ويتأقلم لا ليك بس دور البيت تغير اليوم ما بقى مثل قبل يعني ما بقى عنا نحنا مثل ما قلت من شوي ما بقى فيه بعده موجود أكيد كفكرة بس ما بقى موجود قد قبل يعني ما بقى عنا البيت اللي بيخوف يلي بقى سيفوت على البيت ما حدا بيطلع حسه بالبيت بسكت الكل هو بيقرر بياخد قرارات بسنا عم نشوف البيت اليوم عم بيتدخل بشكل مبكر بتربية الطفل عم بيدخل ضمن على العملية التربوية عم نشوف كتير بيت عم بيحملوا ابنهم بيخدوه بيهتموا فيه وكل هؤلاء الأمور وهي دا عم بيعمل اختلاط مع الأجيال القبل وعم بيعطي صورة جديدة للبي وهي دي شغلة كتير جيدة بالمجتمع نعم في عنا متصل حدا عم بيحضر وحبب بيطرح عليك سؤال ألو ألو مرحبا نعم تفضلي صباح الخير أهلا بليز أعلان على الهواء انت على الهواء تفضلي بتحب تترحي سؤال على الأستاذ بوتروس غانم وي داكر أنا بس بدي أحكي عن تجربتي بليز أنه دور الأم كمانا كتير مهم بالمشاركة مع تسير الوضع للولاد وهي دي ما بتجي بغري هيكي بمجرد ما نقع بأزمة معينة نحط لولاد أنه بدون يستوعبوا هالموضوع أنا كتجربة شخصية على بودة ولادي من هني وصغار على أنه يعملوا جيرانس لمصروفهم مثلا عم بحكي اقتصاديا أعطيهم المصروف ويعملوا هني الجيرانس وإنفوا خلصوا بدون يعرفوا حالا أنه ما في غير هيدا المصروف تعودوا ووصلوا أوقات كنت أقدر جبلهم شغلة يقولوا لي مامي إذا تليز مش قادرين هلا ما علي الشي نرجع بعدنا منشتري الشغلة فأنا اللي عم بقولوا إنه من هني وصغار الولد بدك تعودوا على على وضع معين ما فيك تكبوا بالأزمة وتقولوا هلأ بدك تستوعب وصلنا نحن لهلأ لهذه المرحلة أنا أولادي عمرهم 18 و 15 وصلنا لهذه المرحلة إنه بيوا إنه ما عم يقبض مظبوط وفي حالة اقتصادية معينة طلوا أولاد مستوعبين بشكل مش مقهورين عم يستوعبوا بشكل منفتح بشكل واعي مش مقهورين إنه إنه هلأ نحن مش قدرين نعمل شي لأنه من هني وصغار عودتهم على نمط معين أو على تفكير معين نعم وهالشي هيدا خليهم يتعودوا على الصبر كان هدفي إن يتعودوا على الصبر ويتعودوا بكرة يمكن بس يتجوزوا جوزا يمكن يوقع بمشكلة مدية معينة كيف يعرفوا يقدروا يديروا المصروف ويحسوا مع جوزا نعم شكرا للاتصال في فكرتين مهمين من هالاتصال إنه أكيد لما يصير في عندك أزمة حالية مش بالأزمة بتبلش تحكي مع ولادك يعني أكيد بدك تحضرهم أكيد هيدا أسلوب بالتربية إنه تحكي عطول مع ولادك ولكن بأوقات الأزمة بركي تحكي أكتر الموضوع الثاني بس فكرة إنه الأم كمان إلى دور طبعا الأم إلى دور نحنا النهار الخميس منحاول شوي أكتر أنا وزميل إلي أحواش نحكي من زاوية الأباء مندخل شوي معلومات أو بركي موضوعنا تركز شوي أكتر كمان على الأباء كيف يتصرفوا بهال بهال أيام يعني يعني إن شاء الله ناخد اتصال من أب مع أنه جدود يعني أنه يتصلوا فينا استيس بوتروس غانب شكراً لوجودك معنا رح ناخد بريك ولا رح ننتقل إلا إتصمارت إلا إتصمارت